موسيقى موغز أخبار السادسة مساء أهلا بكم نبدأ من الإسكندرية التي عقد فيها رئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا شارك فيه محافظة الإسكندرية والبحيرة تم فيه استعراض خطط التطوير مشروع محور المحمودية الجديد في القائرة أصدرت محكمة والقضاء الإداري حكما قضائيا أكدت فيه أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدول ضمن أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها وتنأى عن رقابة القضاء أعلن رئيس اللبناني العميد ميشيل عون رسميا انتهاء عملية فجر الجرود التي بدأت قبل عشرة أيام ضد تنظيم دعش الإرهابي في أطراف بلدات لبنانية قرب الحدود مع سوريا أعلن رئيس وزراء العراق حدر العبادي افتتاح معبر طريبيل الحدودية بين بلاده والأردن رسميا واصفا افتتاح هذا المعبر بالمهم لتعزيز التبادل التجاري وتحفيز الاقتصاد بين البلدين في العاصمة الإيرانية طهران رفض رئيس الإيراني حسن روحاني تفتيش المواقع العسكرية لبلاده مؤكدا على أن مطالب واشنطن بتفتيش المنشأة العسكرية ليست جزء من الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية الكبرى قبل عامين توعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج آون باطلق مزيد من الصوريخ فوق اليابان مؤكدا على أن الصرخ الذي أطلق بالأمس وأدنة الأمم المتحدة بالإجماع ليس سوى البداية في الأراضي المقدسة بدأ اليوم الأربعة حق جاجوا بيت الله الحرام الزحف لمنطقة ميناء للقضاء يوم التروية والمبيث ليلة استعدادا للتوجه لجبل عرفات حيث ركن الأبرز في الحج الوقوف على عرفة الختام في أمان الله